بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثامنة من مقرر المحاسبة المتوسطة 1203 حسب بعنوان المخزون السلعي مداخل التقييم الأخرى فقد تعرضنا في الوحدة السابقة لمشاكل جرد وتقييم المخزون السلعي وذلك في ظل مدخل التكلفة التاريخية غير أن هناك بعض الحالات أو الظروف التي قد تتطلب استخدام مداخل تقييم أخرى للمخزون وذلك خلافا لمدخل التكلفة التاريخية تلك الظروف أو الحالات تستوجبها ظروف المنشأة أو طبيعة نشاطها أو الظروف الاقتصادية المحيطة بها وأهم تلك المداخل الأخرى لتقييم المخزون تتمثل في الآتي المدخل الأول وهو ما يعرف بمدخل التكلفة أو السوق أيهما أقل والمدخل الثاني وهو طرق تقدير تكلفة المخزون المدخل الأول مدخل التكلفة أو السوق أيهما أقل حيث تقتضي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ضرورة أن يتم تقييم المخزون السلعي وفقا لأسس أخرى خلافا لتكلفته التاريخية وذلك عندما تكون المنفع المتوقع من المخزون أو قدرة المخزون على تحقيق الإيراد أقل من تكلفته الأصلية مثل حالات التلف أو التقادم أو انخفاض الأسعار في هذه الحالة فإنه يجب أغز الخسائر الناتجة عن ذلك في الحسبان ومن ثم ضرورة تقييم المخزون على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل وهو ما يعني تخفيض المخزون ليعكس القيمة الواقعية بدلا من إظهاره بتكلفته الأصلي هذه الطريقة في تقويم المخزون تعتبر تحولا هاما عن مدخل التكلفة التاريخية وذلك استجابة لتأسير مفهوم الحيط والحضر في الممارسة المحاسبة إضافة إلى ما يقتضيه مبدأ المقابلة من تحميل الخسارة في المنفع المتوقع للمخزون على إيرادات السنة الجارية التي حدث فيها فقدان هذه المنفع مدخل التكلفة أو السوق أيهما أقل ما المقصود بالتكلفة؟ يقصد بها تكلفة المخزون الأصلية والتي يمكن تحديدها طبقا لأي من افتراضات تدفق عناصر التكلفة والسابق التعرض لها في الوحدة السابقة أما بالنسبة لسعر السوق فيقصد بسعر السوق التكلفة الجارية للإحلال للبضاعة بالمخازن بمعنى تكلفة شراء بضاعة مماثلة للبضاعة الموجودة في المخازن وذلك في حالة المنشآت التجارية أو تكلفة إنتاج بضاعة مماثلة للبضاعة الموجودة في المخازن وذلك في المنشآت الصناعية غير أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تفرض حدودا على تحديد سعر السوق تتمثل في الآتي لا بد من تحديد حد أقصى ويقصد بالحد الأقصى أن لا يزيد سعر السوق عن صاف القيمة البيعية القابلة للتحقق من المخزون وهو عبارة عن سعر البيع المتوقع للمخزون في الظروف العادية مطروحا منه أي مصروفات بيع أو تكاليف استكمال إنتاج مقدرة أيضا لا بد من تحديد حد أدنى ويقصد به أن لا يقل سعر السوق عن صاف القيمة البيعية القابلة للتحقق وذلك بعد تخفيضها بهامش الربح العادي ويتم حساب الحد الأدنى عن طريق الحد الأقصى الذي توصلنا إليه في الخطوة السابقة مطروحا منه هامش الربح العادي وعلى ذلك فإنه يمكن تحديد سعر السوق عن طريق الخطوات التالية يتم تحديد الحد الأقصى أولا كما ذكرنا وهو يساوي سعر البيع ناقص المصاريف الإضافية أو مصاريف البيع والاستكمال ثم يتم تحديد الحد الأدنى وهو الحد الأقصى ناقص هامش الربح العادي ثم بعد ذلك يتم تحديد تكلفة الإحلال ثم تحديد سعر السوق في ضوء القواعد الآتية سنواجه بثلاثة احتمالات الاحتمال الأول إذا كانت تكلفة الإحلال أكبر من الحد الأقصى فإن سعر السوق في هذه الحالة يساوي الحد الأقصى الاحتمال الثاني إذا كانت تكلفة الإحلال تقع بين الحد الأقصى والحد الأدنى فإن سعر السوق في هذه الحالة يساوي الحد الأدنى ويلاحظ أن الهدف من تحديد الحد الأقصى هو أن لا يزيد سعر السوق عن الحد الأقصى وهو صاف القيمة البيعية القابلة للتحقق من المغزون أما تحديد الحد الأدنى وهو أن لا يقل سعر السوق عن صاف القيمة البيعية وذلك بعد تخفيضها بهامش الربح والسؤال هنا ماذا بعد تحديد التكلفة وتحديد سعر السوق؟ كيف تكون المعالجة محاسبية؟ عند انخفاض سعر السوق يتم تكوين مخصص يعرب بمخصص هبوط أسعار المغزون وذلك بالفرق بين التكلفة وسعر السوق على الناحو التالي يتم تكوين المخصص ويتم إجراء القيد التالي يجعل حساب خسارة هبوط أسعار المغزون مدينة وحساب مخصص هبوط أسعار المغزون دائنا بالفرق بين التكلفة وسعر السوق ترجمة نانسي قنقر